أول حاجة معي ده إي بصي كده مع معي كده بصي ده إيه دي سيشن كانت فوليوم دي كانت 4D 4D طب وأنا أعرف بقى قرر نفسي إزاي أنا عيني محتاجة إيه محتاجة إيه في الرسمة ولا اللوك تقيل أو خفيف محتاجة إيه في الرسمة وفيش كسفت الرموش كسفت الرموش بقى بتتحدد من مثلا طبيعة الشغل الخروج بتاعها هي حب يبقى تقيل خفيف يعني ده كده مش كلاسيك يعني آه بالزبط طيب لكن الكلاسيك بتبقى أخف من كده ممكن تكون مسلا دي إيه بالزبط زي كده والكلاسيك ممكن تبقى أخف من كده كمان أخف لأن دي كانت سيشن مش عايزة تبقى فوليوم أوي ولا عايزة تبقى كلاسيك خفيف طب ستني ستني أسيبوا صورة دي بصي كده في الآخر انت مركبة كده في الآخر آخر رمش هنا آخر رمش ورا حال تمام أنا بقى أنا دي حصت فيه أنا مش مركبة فيه باين في الثورة بس عشان هو بيبي هير أنا ما بفضلش أن أنا أركب على البيبي هير عشان في وقت الإعادة بتاعتها يكون طول وكبر حلو اللي في الآخر ده مش بياخد العين ويكسرها لا هي هنا عنيها مش مكسورة فيه رمش في الآخر خالص مش متركب عليها رمشين بالزبط هي دي بقى الطريقة الصحيحة لتركيب الرموش عشان ما تقفلش عنيها وفيه ناس أصلا بيليق عليها متهيق لي أنا جايبها في الثور بيليق عليها أن الرموش تبقى طويلة من وراء طويلة من وراء هي أساسا بتبقى عينيها واسعة دي كنت مركبة لها طويل من وراء بس برضو سبت لها أخر رمشين عشان لما يطولوا ما تكسرش طب نور أنا أعرف منين رسمة الرموش يعني أنا أعرف منين إيه المفروض يبقى العيني كويس وإيه العيني واحد دي حاجة أول حاجة بخليها تتفرج على الصور واشوف هي من يقولها إيه أكتر في أن هي حبة أن يصورة أكتر وبشوف عينيها لو عينيها مثلا ديقة زي كده ما أقدرش أركب لها طويل من وراء زي كده حال حال أو لو عينيها واسعة لأنيها واسعة بيبقى فيه سبايس عندي إن أنا أركب طويل من وراء عادي بس هي الفكرة إن أنا لازم أسيب لها رمشين مثلا عشان لو الرموش بتطول طبيعي لأن الرموش إحنا بنسيب لها نص ملي فلما تقعد أسبوعين هنلاقيها طولت شوية نص ملي ما بين رمش ورمش في التركيب صح كده؟ أه مش ما بين رمش ورمش ما بين الرمش والرمش اللي إحنا بنركبه ما بين الجفن والرمش الأصلي بنحط النص ملي بنسيبها هي أصلا ما بتبقاش ملحوظة اللي أنا قاعدة قدامك أو إن إحنا أو هي أصلا بتركب اللاشز ما بتبقاش وغدى بالها منها بس طيب ده ده إيه؟ دي مرحلة التركيب؟ دي كانت فوليوم بس إحنا مصورينها من تحت إن إحنا مش سايبين لاشز يعني اللاشز كلها الرموش غطيناها تغطية كاملة آه فهمت طيب هتروني كده لبعديها جمع دي طغفة دي إيه بقى؟ دي كانت سيشن فوليوم بس هي الفكرة إن هي كانت الإضاءة فوق العين على طوله هي نايمة فمبينها نايا خفيفة شوية خي خطي دي اسمها إيه؟ دي فوليوم فوليوم ما شاء الله ما جاء دي كانت 3D 3D فوليوم؟ طيب ودي إيه؟ دي كانت كلاسيك آنا طيب ما دي خطيرة برضو ما دي ناتر مش معقولة بتعملها؟ يعنيها برضو يعنيها كانت مدية المساحة نحن نعمل فيها حاجة طويلة شوية من ورق تركبة من العين من تحت؟ لا لا ما شاء الله لا طيب ودي؟ دي الاختلاف ما بينها وما بين التانيين اللي كانوا طوال دي كيرف شوية اللاشيز نفسها متنية أكنك حتى ما شكرة دي اسمها إيه أختي من نبي دي كيرف كيرف دي دي طيب شكرا